ثم من لا يحج هو يستطيع أن يحج يعني ما هو أموال ولا يحج من استطاع أن يحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا هذا حديث رسول الله قال عمر لو جاء بمتوفة وكان يستطيع أن يحج ولم يحج لا أصلي عليه عمر بن خطب يعني ربما حالت دون ذلك أحوال لا ما الذي يحوه انشغال أعمال مرض مثلا يقول طرقت الباب لم يفتح لا لا عنده مال ومطرق الباب لا لا يقدم في القرعة لا يقدم لا لا ما عليش لما يقدم يبقى خلاص قدم لما يستطيع أن يتقدم ويغلق أمام الباب يبقى تقدم لكن هو لم يفكر قط أنا أحج في الشتاء أنا أحج لما أحال على المعاش عشان أكون فاضي شوية أنت تحج إن شاء الله في حتة تاني أو لما يكبر بي السن لا يفعش ولذلك أنا أنصح أي إنسان قادر على الحج شاباً كان أم كبيراً في السن قادر على الحج أول ما يستطيع يذهب وهو صغير أفضل إذا كابر الإنسان في السن المسألة صعبة والله الحج الآن الآن غالي جداً يا فضلت الشيخ ما نستطع ما نستطع والنية نأخذها إن شاء الله رب العالمين ما نستطع ما نستطع هكذا لكن المصيبين يقول لك إيه أنا أبوي عايز أحج عنه أبوك وهو على قيد الحياة كان يستطيع الحج يقول لا لك كان فقير كبير السن مريض أقول له سقط عن أبيك الحج ولا تحج عنه جميل هذا أفهم لفق رسول الله جميل أنا أفهم لفقه هكذا مرة ثانية يعني النص من استطاع أن يحج من استطاع إليه سبيل خلاص يبدو استطاع طيب يقول لك أنا أحج عن أبيك طبعاً أحج عن أبيك طالما انت حجيت روح حج عن أبيك الذي مات طيب بس السؤال أبوك وهو على قيد الحياة كان يستطيع أم لا يستطيع يقول لا والله يا شيخ ما كان يستطيع يعني كان فقير الحياة أنا فقير الحياة كان كبير السناء نعم كان مريض قال كان مريض سقط عن أبيك الحج فلا تحج عنه وإذا كان الأب على قيد الحياة ولا يستطيع أن يذهب نعم أنا أصلا يعني كابنة يعني من باب البر أذهب لأحج عنه وأم يخرجه يعني ما أنت ومالك لأبيك يعني ما ندخل هذا حديث صحيح نعم المشكلة ندخل في دوامة ايه الأب ولا الأم المشكلة نعم بعض العلماء المحددين يقول لك لا ودي الأم لأن الرب ممكن يرتزق يومًا ما يقدر يروح يبيع حطة أرض يعمل شيء لكن الأم التي لا تملك شيء ربت به إيه اللي عندها أنا عن نفسنا نعم أولاك لا حج عليها أنت شخو عمر عبدالك أيوة لا أنا كذب من عندي ما الدليل لا يعني هي لم تستطع صحيح لم تستطع وليس فرضا زي بعض الزوجات يروح يأخذ أمه يروح هيت نعم تعمليه في البيت تطبع ليه كيف أنت تفضل أمك عليه صح؟ صح احنا رايح الدنيا وليه لا فرض علي أن أحجج أمي ولا فرض علي أن أحجج زوجتي لا لنعمله تفضل لأن أحجج الأب والأم ليس فرضا ولا تزوج ولا زوجة لا طبعا تفضل تفضل طب يعني رأي فضلاتكم الذي يروح المجتمع في هذه النقطة يعني حتى على الأقل نخفف من عذاب القبر إذا كنت مثلا أستطيع أن أحج وأبي وأمي مثلا وعند الإمكانية وعند الإمكانية جزاك الله خير نفعلها نخرجهما طبعا طبعا أم نحج عنهما وهذا يكفي نفس القضية واحد قضية واحد يجوز أن أحج عنهما طبعا أم إذا مات لا يجوز يحج عن نفسي أولا طبعا إذا كان معي مبلغ واحد وأنا أفضل بيني وبين أبي براً به أخرج أبي أم أخرج أنا براً بالوالد خلاص ماذا أنت جبت البر خرج أبوك هذه النية فعلا ربنا يبارك فيك خلاص خير وبرك تؤجر بالنية وربنا هيعوضك ما لن تحج بدي أنت سبع الله إن شاء الله نعم براً